بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن يتبع هديه ورشده وبعد فقد جاءني سؤال في هذه الأيام يتعلق بصفار المرأة إلى الحج أو العمرة أو غيرهما من غير محرمين والمحرم ما معنى المحرم المحرم هو الرجل الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج به ويدخل في المحرم أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها سواء من النسب أو من الرضا ويدخل في المحرم أيضا والد زوجها والد زوجها لأنه لا يجوز له أن يتزوج بها إذن هذا هو المحرم هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون واحد من محرمها هذه المسألة من النحية الفقهية فيها خلاف بين العلماء أصل هذا حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رواه الشيخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وفي رواية للبخاري ومسلم أيضا لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذو محرم إذن هذا هو الأصل في هذه المسألة الأصل في هذه المسألة هو هذا الحديث ولكن العلماء اختلفوا في تفسير هذا النص وهناك من العلماء من أخذ بظاهر الحديث أسدلب على كل شيء وهناك من العلماء من نظر إلى فحو الخطاب إلى المقصد فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا النص من يوفر للمرأة الأمنة والأمانة في الطريق وإذا تحقق لها ذلك بالرفقة المأمونة مثلا فيها الرجال جماعة فيها رجال والنساء وكانت من بينهم فعلماء أو الإمام مالك نفسه وعلماء المذهب المالكي قالوا يجوز للمرأة أن تسافر وأنا أحكي لك هنا كلام الإمام مالك قال الإمام مالك تخرج المرأة مع من تثق به من الرجال والنساء هنا قد يقول قائل أنت جبت لنا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل وبقي جبت لنا الحديث ديال الإمام مالك بأنه كذا يقول تخرج مع من تثق وهل الإمام مالك هنا يخالف هذا النص ديال الحديث لا بل أخذ بمقصد الحديث مقصد الحديث هو من يوفر لها الأمنة والأمان وإذا تحقق الأمن والأمان بالرفقة المأمونة الجازة للمرأة أن تسافر بدون محرام إلى الحج وإلى العمرة وإلى غيرهما وما تقول يا فقية أنت تخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما الدليل للإمام مالك والمذهب المالكي أنا لا أتعصب للمذهب المالكي ولكن أتي بالقول بقول الإمام مالك بدليله وما هو الدليل الدليل أقوى الأدلة ما روى البخاري وهو مذهب البخاري أيضا هذا مذهب البخاري ما روى البخاري في باب حج النساء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وذلك في سنة ثلاثة وعشرين للهجرة فماذا وقع نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا كلهن في هذه الرحلة إلا زينب بن جحش وسوداء بن زمعة هما اللي خرجوا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا برفقة من عثمان بن عفان وليس من محارمهن وعبد الرحمن بن عوف وليس من محارمهن ليس محرما لواحد من زوجات لواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل لا يا سيدي هذه رأ أمهات المؤمنين هؤلاء سافروا مع أمهاتهم لا يريد أن نفهم أن أمهات المؤمنين في عدم الزواج بهن وفي احترامهن وفي عدم الزواج بهن أما الخلوة بهن لا يجوز مثلها مثل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أي امرأة أخرى السفر معها والخلوة معها الخلوة معها لتجوز لا تجوز ومن عائشة لا تخلو بأحد وكذلك حفصة وكذلك غيرهن إذن ما معنى هذا معنى هذا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف سافر مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم وأدن لهن في ذلك عمر بن الخطب ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة لم يكن لغوط عليهم كما نشوفه بعض الموعات هنا وبعض الدعات ما يسمون أنفسهم الدعات كيغوطوا على هذه المسألة وكينوضوا عليها صداع ها حتى وحد من الصحابة ما قالش لسيدنا عمر هاد الشي كدري أيها الموبتادع هاد الشي كدري عثمان بن عفاني إنكم موبتادعون ومشاوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيها المبتادعات تخرجنا بدون محرم ها هنا خرجنا للحج وليس حج الفريضة لأنه كلهن حجوا كانوا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا حج نافلة وخرجوا بدون محرم إذن لم ينكر عليهم أحد من الصحابة فكان إجماعا بهذا استدل الإمام مالك رضي الله عنه بأن الرفقة المأمونة لفيها الأمن والأمان تقوم مقام المحرم فما هي الرفقة المأمونة ليس من الضروري أن تكون المرأة تعريف فلان وفلان وتعريف هذه المجموعة لو كانت في الحافلة مثلا أو في الطائرة وفيها أمن وأمان ورفقة فيها رفقة من الرجال والنساء يجوز لمرأة أن تسافر على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هذا الدليل الأول الدليل الثاني مر والبخاري أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له فإن طالت بك الحياة لا تراين الضعين ما معنى الضعين المرأة لا تراين الضعين المرأة في هودجها تسمى الضعين لتراين الضعين ترتحل من الحيرة الحيرة مدينة بالعراق حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وفي رواية لا زوجة معها وفي رواية لا زوجة معها ولا تخاف أحدا إلا الله ومدى قال عدي بن حاتم الصحبي الجليل علق على هذا الحديث فقال عشت حطار أيت الضعينة أي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عدي بن حاتم بأن المرأة ستسافر وحدها بدون محرام من الحيرة بالعراق إلى مكة حطة تطوف بالكعبة ولا تخاف أحدا إلا الله لتوفر الأمن والأمان في الطريق لتوفر الأمن والأمان في الطريق فقال عدي بأنه رأى هذه الحالة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الآن المرأة حينما تسافر إلى العمر وتسافر إلى الحج تسافر من المغرب حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله لأن الطريق فيه الأمن والأمن كل دولة توفر الأمن لإنسان المسافر إذا كان يمر في طرابها سواء عبر الطائرة أو على الأرض إذا كان هذا الأمن والأمن فيجوز الدليل آخر الدليل آخر مر والبيهقي بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخضري صحابي آخر يفتي بأن المرأة لا تسافر إلا مع محرام هكذا كان يقول فاستنكرت عليه وردت عليه فقالت مستنكرة ما كلهن من ذوات محرام ما كلهن من ذوات محرام بمعنى ما كل النساء يجد المحرام إذا وجدت الرفقة المأمونة فلا حرج في ذلك إن شاء الله هذا هو مذهب المالكية وإلى هذا المذهب رجعت الحكومة السعودية الآن كانت الحكومة السعودية تأخذ في المسألة بمذهب الحنابلة وتشترط على المرأة ألا يعطونها الفيزا يعني تأشيرة الحجة والعمرة إلا مع محرام ثم تنازلوا قليلا فقالوا أقل من خمسين يشترط فيها المحرام وأكثر من الخمسين إذا كانت خمسين سنة فأكثر لا يشترط فيها المحرام وأخيرا تنزلوا عن هذا القول كله فأخذوا بمذهب الإمام مالك في المسألة الذي يقول لإمام مالك عيد قوله هنا تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء سواء كان مشيا على الأقدم في الأرض أو بالسيارات أو بالحافلات أو بالطائرات مع من تثق به فيه اتقالا يعتدي عليها أحد وهي في أمنين وأمان لا من حيث جسدها ولا من حيث مالها ولا من حيث شرفها فهنا يجوز للمرأة بناء على هذا القول أن تسافر وليس هذا مخالفا للحاديث لأن المراد بالحاديث المقصد بالحاديث لا يحل لمرأة أن تسافر إلا ومعهد محرم ليحقق لها الأمن والأمان فإذا كانت هناك رفقة مأمونة تحقق للمرأة الأمنة والأمان جاز لها أن تسافر هذه المسألة من الناحية الفقهية وليس هذا تعصبا للمذهب المالكي بل هو الذي يلائمه الواقع ولكن لماذا بغاش يخلي الزوجة دياله والأبنته والأمه أن تسافر إلا وما عهده محرم هو حر يأخذ بظاهر الحاديث هذا مذهب الحنابيلا نعم ما كان سدعليه الباب ما كان قولوش هذا اللي كين وغيره لا يجوز لا يوجد في المسألة قولان مذهب الحنابيلا يقولون لا يحل مطلقا ومذهب المالكي يقولون يحل إذا كان الرفق المأمون لأن مهمة المحرم أن يوفر لها الأمن والأمان السلام عليكم